أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وفايتنام خلال الفترة المقبلة وخلال لقائه نائب رئيس وزراء فايتنام تران لو كوانجا والوفد المرافق له اقترح مدبولي تشكيل مجلس أعمال مصري فايتنامي مشترك خاصة أن مصر تعد بوابة لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا ومضيفا أن هناك أفقا واسعة لزيادة معدلات التجارة من جهته أشار المسؤول الفايتنامي إلى أنه تم بدء مشاورات النب بشأن مقترح توقيع تفقية تجارة حرة بين البلدين